طيب بعض من الصحف الأجنبية تتحدث عن تواجد لاستثمارات الدولة المغربية بشكل مكسف ومتصاعد فيها الأوين الأخيرة بالقرى الأفريقية ما حقيقة هذا الأمر؟ صحيح يعني الدولة المغربية عموما لها ما يمكن أن نسميه بمجال حيوي عموما في غرب أفريقيا وكثير من الأفارق عموما يتعاملون مع الدولة المغربية ويتعاطون معها وفيها قبول وتستفيد بطبيعة الحالة الدولة المغربية كذلك من النفوذ الديني عموما لها هناك نفوذ في الطرق الصوفية نفوذ في حالة الأسرة الحاكمة عموما أيضا في الدولة المغربية تاريخيا كثير من شعوب هذه المنطقة كانت أيضا تخضى عليه امتدادات على كل هذه الدولة أضف إلى ذلك وضعت المغرب كذلك استيراتية واضحة المعالم فيما يتعلق بالاتجاه جنوبا نحو الأفارقة فاستطاعت على كل أن تتوسع بشكل كبير جدا وتشكل حالة ممتازة جدا في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر